مرحب معي وزير خارجية أرلندا في زيارته للقاهرة العلاقات المصير الأرلندية مبنية على علاقات قوية من الصداقة والاهتمام المتبادل والسعي الدائم للارتقاء بالعلاقة وهذه المناسبة أشيد بالمواقف المبدئية طالما اتخذتها أرلندا في إطار دعم القضية الفلسطينية والتفاهم للقضايا العديدة في العالم العربي والمواقف المتوازنة والمبدئية دعماً لمبادئ القانون الدولي ومساق الأمم المتحدة وهذا أمر كان سما دائماً وشيء نرحب به ونشكره الوزير عليه مباحثاتنا اليوم بالتأكيد تركزت حول الأوضاع في غزة وكانت فرصة لمرة أخرى التأكيد على ضرورة وقف الكامل لإطلاق النار دخول المساعدات الإنسانية الأفاق السياسية المستقبلية مرتبطة بإقامة الدولتين لكن في هذه المرحلة ونظر للأثار البلغة الواقعة على المدنيين في غزة من جراء الأعمال العسكرية والمنافية وخالفة لقواعد قانون الدولي الإنساني العدد الضخم من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم والمصابين أكثر من 12 ألف فقدوا أرواحهم نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء وضع إنساني في الحقيقة لا يحتمل وضع لابد من وخوفه فورا لا يمكن أن تتخذ عمليات عسكرية تأتي بهذا الكام خلال فترة وجيزة من الضحايا المدنيين تحت أي ظرف من الظروف أيضا أي سياسات لتصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال عمليات التهجير وهي أيضا مخالفة جسيمة لقانون الدولي الإنساني داخل قطاع غزة أو خارجه ورفض مصر الكامل لأي نوع من التصفية سواء على حساب القضية الفلسطينية أو على حساب دول الجوار مرفوض تماما نحن نقوم بكل جهد للوفاء باحتياجات لشقاء الفلسطينيين في غزة لاحتياجات المدنيين من المواد الأساسية معبر رفح مفتوح منذ اندلاع هذه الأزمة وقبله وفي الحقيقة ما يتم من دعوات ومن مظاهرات للمطالبة بفتح المعبر هي في الحقيقة لا استطيع أن أصفها غير أنها لا تراعي إطلاقا حقائق الأمور وإنما ربما تهدف إلى أغراض سياسية ليست لها علاقة بالوضع الإنساني في خطاع غزة فالمعبر مفتوح ولكن مدى إمكانية دخول المساعدات هي مرهونة بالاتفاق القائم فيما بين إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال وأجهزة الأمم المتحدة والإجراءات التي تتخذ في سبيل التحقق من ما هو الشحنات التي يتم نفذها إلى قطاع غزة المعبر مفتوح بسفاق دائمة الأطقم من الدخلية والأجهزة المعاونة موجودة على مدار الساعة القدرة على نفاذ الشحنات التي تحمل المساعدات هي مرهونة بالموافقات من قبل سلطة الاحتلال ولكن نحن أقامنا في العريش مستودعات لهذه المساعدات الشحنات تقف لمدد مبالغ فيها للتحقق من حملتها الشحنات تقف على المعبر انتظاراً لأوقات طويلة لدخولها إلى القطاع ومن ثم على المجتمع الدولي أن يبذل الجهود الواجبة لنفاذ هذه المساعدات وعدم إعاقتها ولا يتم بأي شكل من الأشكال محاولة إلقاء هذه المسؤولية على مصر التي لم تدخل جهد في توصيل هذه المساعدات مرة أخرى العناصر الرئيسية التي نؤكد عليها ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات ثم فيما بعد إنفاذ حل الدولتين يعتبروا وسيلة لإنهاء الإصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولكن هذا أيضاً يقع مسؤولية على المجتمع الدولي بعد ما يزيد عن ثلاث عخود من المفاوضات فالأمر ليس لنعود إلى حلقات مفرغة من المفاوضات ولكن بأن يملي المجتمع الدولي هذه الرؤية ويتم تنفذها بدون شك أنه تطرقنا أيضاً إلى العلاقات الثنائية فيما بين بلدينا وهناك إرادة سياسية وتوافق على أن هناك مجالات كثيرة من اللي نستطيع فيها أن نرتقي بالتعاون في إطار خدمة مصلحة البلدين أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وأيضاً علاقات مصر مع دول الاتحاد المجتمع والبرامج التي نتعاون من خلالها مع الاتحاد الأوروبي ونتطلع بأن تكون أيرلندا بحكم علاقتها وفهمها لأوضاع في مصر والأوضاع في المنطقة أن تكون أيضاً داعمة لمزيد من التطور العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي نتطلع أن تستمر للقاءات والزيارات فيما بيننا أن نفعل إطار الحوار السياسي القائم ودورية انعقاده أن نسعى لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون ومرة أخرى نشكر أيرلندا على دائماً مواقفها الإيجابية باتجاه القضايا المنطقة اهتمامها بتدعيم السلم والأمن وأن مرة أخرى التأكيد على القاعدة القوية من علاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين والإحساس بأن هذا الارتباط هو شيء نعتز به ونعمل على تنميته شكراً جزيلاً وأعطي الكلمة لمعالي الوزير تفضل